مراد كابتن الفريق التجديد له يعطي حافز للفريق بعد فوز وبعد سلسلة من النتائج الإيجابية ومبارك ويس أمام الكاميرون مراد لوحيشي وضعيته كيف تشوفها سميرو هذا التجديد شن يمثله كقائد للفريق طبعا نقطة إيجابية بالنسبة لإدارة نابيل أليم وغازي مراد لوحيشي الآن يقدم في أداء حقيقة أكثر من رائع أنا ممكن الشيء الوحيد للفت انتباهي أن مراد لوحيشي اختلف عليه مراد لوحيشي قبل العقوبة لو تذكر العقوبة التي تسلطها عليه مراد لوحيشي رجع مراد لوحيشي بشكل مغير رجع بحارس مرمى عنده إمكانيات كبيرة أول شيء هو عنده المقاومات لحرسة المرمى كلها متواجدة فيه لكن نشوف أنه مضج اللاعب فكريا أو حارس مرمى مضج فكريا أصبح يشتغل على نفسه بشكل كويس وهذا باين وواضح من خلال مباراة لإبن غازي وأيضا من خلال مباراة منتخب أمان منتخب الكاميروني اللي شفنا مراد لوحيشي في كل تدخلاته كانت ناجحة وكان صمام أمان للمنتخب أيضا في الكرات الهوائية كان ياخد فيها حتى في المباراة الأولى كان ياخد فيها بكل أريحية يعني أداء كان رائع جدا هنا يعطينا مؤشر لكل اللاعبين ممكن مكلامي قد يزعلوا منها البعض ولكن هذا واقع في كرة القدم واقع في كرة القدم إن أي لاعب يتعالى على كرة القدم فإنه هو حيصيله دروب في المستوى متاعه اللاعب اللي كل ما ينجح كل ما يتقلق كل ما يشتغل أكتر وكل ما يحاول إنه هو يكون الأفضل ويحاول ينفس حتى نفسه لو ملقاش منافس ليه وهذا اللي الآن شفناه في مراد لوحيشي ينافس في نفسه ينافس في مراد ما عاش ينافس في حتى ربما هذه رسالة سمير والجهارة إنه مراد لوحيشي يركز في الكرة وسيب الأمور الجانبية ترجمة نانسي قنقر